اشتركوا في القناة وَعَلَى آلِهِ وَدُرِّيَّتِهِ وَمِنْهُمُ الْمَفْجُوعُ بِهِ فِي كَرْبَلَى وَبَعْدُ We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our master, Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feels for them. Thereafter, هذا هو الدرس الواحد والخمسون من سلسلة السير للخير بعنوان عاشوراء كربلاء. This is the 51st lesson of the series Marching for the Good, titled عاشوراء of كربلاء. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أنه على مر التاريخ حصلت حوادث مهمة في يوم عاشوراء. منها ما كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان أيامه، ومنها ما كان بعده. وذكرنا بعض الذي قبله والذي كان أيامه، وليه أم نذكر واقعة بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. We had mentioned in our previous lesson that throughout history, important events occurred on the day of عاشوراء, including ones that happened before our Prophet Muhammad, ones that happened during his days, and ones that happened after his days, after his death. We mentioned some of those before him and those during his days. Today we will mention one that happened, one event that happened on the day of عاشوراء, after the Prophet. So we say, ثم من الأحداث الهامة التي حصلت في العاشر من محرم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم موقعة كربلاء. ومن قصتها أنه بعد وفاة معاوية ابن أبي سفيان في رجب سنة ستين للهجرة، تولى الحكم بنه يزيد، تولى الحكم بنه يزيد دون مبايعة له من قبل أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم أهل الرأي والتدبير، حلية القوم الذي بيدهم تصريف الأمور. فهذا أخذ الحكم دون موافقة مبايعة له من هؤلاء. أمثال العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر والحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء ما بايعوا فأراد يزيد إجبارهم على ذلك على المبايعة، لكنهم بفضل الله أفلتوا منه بطرق عديدة. بعد عماية المصر بعد الموت من موافقة من عبي سوفيان بن عباس في رهب العام 60، عام يزيد ثمت قو دون محسن لهم من الناس عبد الرجوزياء من الناس عقد. الناس عبد الرجوزياء من الناس عبد الرجوزية من القيمة ومقر في المحسن. هؤلاء محسنين الأطباء بشكل من المصر ومقر في الأمور الرائل. So they refused to pay allegiance to him Such as some of those people are Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Abdul Rahman ibn Abi Bakr And Al-Husayn ibn Ali May Allah accept their deeds all Yazid wanted to force them to pay allegiance to him But they got away from him in different ways أما الحسين رضي الله عنه فإن أهل الكوفة أرسلوا إليه الكوفة مدينة في وسط العراق غربي نهر الفراغ فإن أهل الكوفة أرسلوا إليه أنهم يبايعونه على الخلافة إذ لم تنعقد هذه الخلافة ليزيد والحسين رضي الله عنه أحق بها وطلبوا منه أن يقدم عليهم يعني يأتي من المدينة في الجزيرة العربية إلى العراق إلى الكوفة في العراق فعزم الحسين رضي الله عنه عند ذلك على الذهاب إلى الكوفة وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل ابن أبي طالب لينظر له ما هو حال أهل الكوفة عقيل أخو علي فهو عمه للحسين رضي الله عنه فلما وصل إلى هناك يعني مسلم تتابع الناس إليه بالآلاف يبايعون للحسين حتى أحصى ديوانه نحو ثلاثين ألف إنسان أتوا إليه فبايعوه فأرسل مسلم إلى الحسين بأن الناس معك فأقدم تعال فأرسل أحصى الحسين فالسلاثين الكوفة كوفة إنسان أمام مدنا كيفية التربة سيما كوفة ذلك أنهم يجعلوا إعراجئًا إلى الإمكاني من المعراضي لأن المعراضي لم يكن لقرأت له إليها والحسين كان يحصل إلىها فهم يجب أن يأتي إلى مدينة إلى قفا إلى إرادة فالحسين يجب أن يذهب إلى قفا يسرى المسلمة 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 باقيل بن أبي طالب لترى ما كانت حيث الوصول من الناس الكوفا المنبر علي وعقيل كانوا أخي الحسين هو صنع علي وعقيل سيكون المسلمة المسلمة على استرادته 30,000 أجلوا بالقلق إلى الحسين في ذلك الوقت سمع عبيد الله بن زياد وهو حاكم الكوفة من قبل يزيد بخبر هذه الاجتماعات فأعلن مسلم بن عقيل شعاره يعني ما أخفاه ودع الناس إلى نصرته فأتاه من أصل الثلاثين ألفا أربعة آلاف ثم قبل ما غيب الشمس بقي معه خمسمائة ثم بعد ذلك ما بقي معه أحد وما زال الواحد يثبت عزائم قريبه حتى انفض الناس من حول مسلم ما بقي معه أحد والعياد بالله at that time عبيد الله بن زياد يزيد's governor of kufa heard about these meetings that muslim was conducting and to support al-husayn consequently muslim بن عقيل announced his slogan means when muslim knew of that that the government now knows about it he just openly announced what he was looking working for and called the people or called on the people support him then came to him out of the thirty thousand only four thousand then before sunset five hundred remained with him and after that no one remained with him many people continued to discourage their relatives until many disbanded from about muslim so nobody stayed you know to support muslim ورآه ورآه بعض الناس يبكي فقال له علامة تبكي لماذا تبكي قال لا أبكي على نفسي أني يعني وحيد لكن أبكي على الحسيد لأني أرسلت له إن القوم معك فإنه آت إليهم فإذا وصل إليهم لا ينصرونه فطلب من إنسان يعني مسلم طلب من إنسان هناك أن يبلغ الحسين رضي الله عنه بما جرى معه فقبل ذلك الرجل وبلغ الحسين رضي الله عن ذلك أ person saw a muslim cried so he said to him why самоكchet عن الخ söyle he said i dont weeping for myself i am not crying about my situation but I demand for enemy الحسين but I repent for i ask for foster only إنسان i tell him that the people are with you and he is coming to them when he reaches them they will not support him then he asked a person there to inform الحسين about what happened with me The man accepted the task and told الحسين that وأقبل جند الحاكم وكانوا بين الستين والسبعين رجلا وأحاطوا بالدار التي كان مسلم فيها فهاجموا فشد عليهم وحده فهزمهم وأخرجهم من الدار ثم شدوا عليه فقابلهم بالمثل فما زال يقاتلهم وحده حتى أصابته ضربة سيف على فمه مع ذلك ما استطاعوا أن يغلبوه وما استسلم لهم فصاروا يرمونه بالحجارة من بعيد وبقصب ملتهب إلى داخل البيت فلما رأى ذلك خرج إليهم في الطريق فأسند ظهره إلى حائط وقاتلهم حتى تعب تعبا شديدا فقال له واحد من هؤلاء الجنود إن استسلمت لك الأمان لا تقتل فنظر مسلم إليه وقال أنا آمن يعني يسأله حتى يتأكب مما قال فقال له ذلك الرجل أنت آمن وتتابع على ذلك كل البقية يعني باقي الجنود قالوا له أنت آمن لا تقتل فقالوا له أنت آمن فاستسلم لهم عند ذلك فقالوا له وقالوا له وقالوا لهم وقالوا له وقالوا له وقالوا له فأخذوه إلى الأمير فأمر أن يصعد به إلى سطح بيت الأمير وقال له سب حسين فقال أيها الناس إن حسين مقبل فانصروه فغضب الأمير عند ذلك وأمر بقتله فقتل ورميت جثته ورأسه من فوق البيت لا حول ولا قوة إلا بالله ثم they took مسلم to the ruler who ordered that he be taken to the roof of the ruler's house the ruler said to muslim كس الحسين muslim said oh people الحسين is coming so support him the ruler got angry at that and ordered his death he was killed and his body and head were thrown from the roof of the house ولما عزم الحسين رضي الله عنه على التوجه من المدينة إلى الكوفة جاءه بعض أكابر المسلمين يقولون له لا تفعل ذلك وخاف أخوه لأبيه محمد بن الحنفية وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم خافوا من انخذال أهل الخوفة من أن يخذله أهل الكوفة فنصح الحسين رضي الله عنه أن لا يذهب لكنه رضي الله عنه توجه بأهل بيته وأنصاره إلى ناحية الكوفة when الحسين decided to go from madina to kufa some of the most prominent muslims came to him telling him not to do that his paternal brother محمد بن الحنفية ابن الزبير and ابن عباس feared that people of kufa would abandon him so they advised الحسين not to go however الحسين headed with his family and supporters towards kufa فلما قرب منها لقيه أناس فعلم الحسين وجماعته بما جرى مع مسلم بن عقيل عند ذلك ترك كثير من أنصاره الحسين تركوه تركوه فبقي الحسين رضي الله عنه في نحو سبعين رجلا أربعين فارسا وثلاثين راجلا بينهم هؤلاء السبعين نحو عشرين من أقاربه أولاده وأولاد أخيه الحسن رضي الله عنه وأولاد بن عمه عبد الله بن جعفر وأولاد عمه عقيل بن أبي طالب ومواليهم when الحسين approached kufa some people met him then الحسين and his people learned that what happened had happened with muslim in الكوفة then upon this news many left الحسين الحسين may God accept his deeds remained with about 70 men 40 horsemen and 30 infantry foot soldiers including about 20 of his relatives his children the children of his brother الحسن the children of his paternal cousin عبد الله بن جعفر the children of his paternal cousin عقيل بن أبي طالب and their freed slaves في الطريق اعترضه عسكر بن زياد ليمنعوه من الموصول إلى الكوفة فلم يرد رضي الله عنه مقاتلتهم وذكرهم بحديث رسول الله فيه وأخيه الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة وعرض على القائد العسكر عمر بن سعد أن يرجع إلى الحجاز يعني الحسين نفسه قال هو لا يريد أن يسفك دماء المسلمين فأراد أن يتجنب ذلك ذكره بالحديث هذا الرجل ما تأثر عرض عليه أن يرجع يقول الحسين أنا أرجع إلى الحجاز تركوني حتى لا نتقاتل أو يذهب بنفسه إلى يزيد في الشام يعني قال أنا فيما بعد أذهب إلى يزيد وأكلمه في الأمر لكن عمر هذا القائد أصر أن يذهب الحسين رضي الله عنه معه إلى ابن زياد حاكم مبايعا ليزيد ابن معاوية وتوعده هدده ومن معه بالقتل الحسين طبعا ما خاف منه قال أب الموت تخوفني إنما أقدم على رب كريم وشفيع مطاع On the way the soldiers of ibn زياد stopped الحسين to prevent him from reaching Kufa الحسين did not want to fight them did not want to shed Muslims blood He reminded them of the hadith of the messenger of God about him and his brother that says الحسين and الحسين are the masters of the youth of paradise and he mentioned other things moreover he offered the commander of the army Umar ibn Saad to return to Hijaz to avoid killing to avoid fighting among them or to go by himself to Yazid in Ash-Sham so Yazid was in Ash-Sham so he said I'll go to Hijaz later I will go to Yazid and talk with him about the matter but Umar this commander insisted that al-Husayn go with him to ibn Ziyad the ruler of Kufa and pledge allegiance to Yazid ibn Muawiyah then he threatened him and those with him with death and of course al-Husayn did not get frustrated or you know by this threat he said do you frighten me with death I am but heading to the reward of a generous lord and obeyed intercessor And his and his who said and èmere l-Husayn r-Allahu hornu jemaatah An yigalou quayamahum mutarassah tal-waahidta tal-wal-akura hattah la ya-tihahim li-ge-hahil jus-yo-dudu min-warai-zuhurim v-a-maharahum kethally faash'al u-Nahra fi khashabhuna hattah la y-e-hahim li-ge-hahim l-Qawm il-mi-nah-hiyyihahim ning-nah-hiyihahim l-Qawm j-whahidah j-r-Ohm j-i-ahiri-ahidah فلا أطالبه بالبقاء معي فقالوا لهم كلهم نحن نتركك لا نفعل ماذا نقول تركنا سيدنا وابن بنت نبينا ولم نقتل دونه لم نقتل في الدفاع عنه ثم هاجم العسكر الحسين وأنصاره وأبد الحسين رضي الله عنه وأهل بيته شجاعة عجيبة ثم الحسين أردت his group to make their tents stacked one after the other so that the soldiers would not come to them from behind their backs he also ordered them to set fire to wood therein so that the soldiers would not come to them except from one side then he said all these are defensive measures then he said to his group you are absolved whoever wants to go I don't ask him to stay with me they all said to him we leave you we do not do that what do we say we left our master and the son of our prophet's daughter and we were not killed while defending him then the soldiers attacked al-حسين وكان عسكر يزيد أكثر بكثير من من مع الحسين رضي الله عنه فطلب بعض عسكر يزيد المبارزة فخرج عليهم أناس من أصحاب الحسين رضي الله عنه فقتلوهم فقال بعض من معهم من معسكر يزيد لا تقاتلوهم واحدا لواحد هؤلاء فرسان الناس هؤلاء ماهرون في القتال وهم قوم مستميتون يعني هؤلاء قوم وطنوا أنفسهم على الموت فلا يخشون ولا يخافون من القتال فلا تقاتلوهم واحدا لواحد إنما أقدموا عليهم بجمعكم أهجموا عليهم كلكم فعما قليل يهزمون ففعلوا ذلك يعني هجموا عليهم كلهم فقسم الحسين جماعته ميمنة وميسرة وقلبا وصد فرسانه كل هجوم وثبتوا ثباتا عجيبا يزيد's army was much more than those with al-hussain Some of the Yazid's soldiers asked for a duel So some of the companions of al-hussain came out and killed them Some men from Yazid's camp said do not fight them one by one These are the knights of the people These are the ones who are skilled and they are good at fighting They are fearless people These people have settled themselves on death They are courting death as they say So they were not afraid They were resolutely courageous fearless people Rather attack them as a group And very soon they will be defeated So they did It means the soldiers were attacking al-hussain and his supporters All together not one by one Al-hussain divided his group to right and left wings and a center So just a certain format of his supporters for fighting His knights, Mrs. Horseman, repelled every attack and displayed amazing steadfastness And one of the first ones called him And one of the first ones called him لولا أني أعلم عما قريب لاحق بك لقلت لك أوصني بكل ما يهمك في أهلك وولدك فقال بل أنا أوصيك بهذا ووضع هذا الرجل مسلم ابن عوسج يده على كتب الحسين رضي الله عنه وقال لصاحبه أنا أوصيك أن تموت دونه أوصيك أن تدافع عنه حتى الموت فقال صاحبه أفعله ورب الكعبة يعني أحلف برب الكعبة بالله سبحانه وتعالى أني سأدافع عن الحسين حتى الموت ثم استمر القتال شديدا The first person to be killed in الحسين's group was Muslim ibn عوسجة from Asad tribe الحسين came to him while still breathing and he prayed for his well-being a friend of Muslim approached him and said to him were it not for the knowledge that I would soon follow you means I will be fighting and I will die I would have told you order me about everything that concerns you about your family and children he said Muslim rather I advise you to do so he put his hand on الحسين's shoulder Muslim and said to his friend I advise you to die defending him and the friend said I would do it by the lord of the Kaaba so he swore by Allah that he would be defending الحسين until his death then the fighting intensified ولما رأى جيش يزيد أنهم لا يصلون إلى الحسين رضي الله عنه ولا جماعته يعني لا يستطيعون أن يغلبوهم دعوا بالرمات فرموا خيلهم يعني الذين عندهم السهام فما لبثوا إلا مدة يسيرة حتى صاروا كلهم رجالة من غير خيل فإذن هؤلاء الرماء رموا خيل الحسين جماعة الحسين فذهبت خيلهم فصاروا على الأقدام رجالة واستمات أصحاب الحسين في الدفاع في ذلك الموضع وحماية الحسين رضي الله عنه فمات كل من كان معه من غير أقاربهم عند ذلك بقي الحسين رضي الله عنه في أهل بيته when Yazid's army saw that they could not reach الحسين and his group means they could not defeat them they called for archers who shot their horses the horses of الحسين's people a short period of time passed then they all became without horses the companions of الحسين were intrepid fearless, courageous in defending their position and protecting الحسين everyone who was with him other than his relatives died then الحسين remained only with members of his family ثم بعد ذلك ابتدأ القتل يقع في أهل بيت الحسين رضي الله عنه فكان أول قتيل منهم ابنهم علي الأكبر هذا غير ابنه الصغير علي زين العابد كان يشب هذا علي الأكبر على الناس يقفز عليهم يشب عليهم كالأسد يقاتلهم فيفرون من بين يديه فرصده إنسان فطعنه من غير أن يكون منتبها له ثم قتل عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب ثم أخوه جعفر ثم القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثم عبد الله بن الحسين ثم أخوه لأبيه العباس بن علي ثم قتل محل الناس يقفز عليهم المملكة من الحسين. أولا منهم أن يقتلوا هو صديقه علي الأكبر وهذا ليس علي زين العابدين كان هذا علي الأكبر كان يقلق على المساعدين كثيرًا يقلقهم ويقلوا منهم. مجرد من المساعدين من المساعدين كان ينتظر علي وكان ينتظر على جيدًا ثم كان علي لمعرفته كان يقلقه ثم عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب ثم أخي جعفر ثم القاسم بن الحسن بن علي ثم عبد الله بن الحسين ثم أخي العباس بن علي كل هذا يعمل وقتل قبل ذلك عبد الله بن علي بن أبي طالب أخ الحسين من أبيه وعثمان بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن أبي طالب وأبو بكر بن الحسين في رجال آخرين من أقارب الحسين رضي الله عنهم فمضى الأمر على ذلك حتى لم يبق مع الحسين رضي الله عنه من أهله أحد إلا ولده علي زين العابدين الذي كان صغير السن كان مريضا وما شهد القتال وبقي أيضا معه ولد صغير من أولاد أخيه الحسن فبقي الحسين الآن وحده للقتال فكان يشد على من على يمينه فيهربون ومن على شماله فيفرون منه حسين العابدين الذي كان مريضا ولم يشد فيهربون أيضا من أبوة أخيه الحسن الحسين كان يشد على من أخيه حسين يشد على من أخيه حسن ومن أخيه حسن ومن أخيه حسن بعض من كان في الجيش الذي قاتل الحسين قال والله ما رأيت مكسورا قط قتل ولده أولاده وأهل بيته أمام عينيه أربط ما رأيت مكسورا أربط جأشا من الحسين ما رأيت أمضى جنانا منه يعني ما رأيت شخصا أجرأ قلبا من الحسين مع ما أصيب كان يقاتل إن كان الرجال الذين يقاتلونه ليهربون من بين يديه كما تهرب المعزى من الذئب وكان يقاتل قتال الرجل الشجاع يتق الرمية ويفتريص العورة يعني يستغل الفرصة ويشد راجلا على الخيل يعني هو على رجليه ويشد يهجم على الناس الذين راكبوا الخيل على الفرسان فرسان جيش يزيد فما زال أمره كذلك يعني يفعل كل هذا القتال وحده حتى تكاثروا عليه وراهقوه بالجراحات فرسان فرسان جيش يزيد فرسان جيش يزيد فرسان جيشه فرسان جيش يزيد ثم قتل الحسين رضي الله عنه بعد ذلك وله نحو سبع وخمسين سنة وولد في شعبان من السنة الرابعة للهجرة وتوفيه في العاشر من محرم في السنة الواحدة والستين للهجرة ووجدوا بالحسين رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثا وثلاثين طعنة برمح وأربعا وثلاثين ضربة بسيف الله أكبر ومع كل هذه الجراحات هكذا كان قتاله ثم بعد ذلك نزل إنسان قاس القلب فحز رأس الحسين ثم أخذه إلى عبيد الله بزياد ليأخذ الجائزة لأمر دنيوي والعياذ بالله حز رأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الحسين ثم أخذ رأس الحسين ثلاثا وممتع بثير بعد ذلك في الهدف كانت في الهدف او حدث مقارن في العام 4 وعندته في العام 6 في العام 3 حسين فوضع وخوض وخوض ومسطر وخوض وخوضها بعد كل هذه المسيح لأنه مقابلته ثم يأخذ عباد الله بن زياد لتأخذ عباد الله بن زياد وكان ذلك في العاشر من محرم من سنة إحدى وستين للهجرة في كربلاء من العراق هذا يحدث في عام 10 محرم من سنة إحدى في المنزل في كربلاء من العراق رحم الله الحسين وآل بيته الكرام وانتقم الله من الظالمين بما يستحقون ثم أخذت نساء الحسين وابنه علي زين العابدين إلى بن زياد مع رأس الحسين فلما أدخل إليه الرأس كان معه قضيب يعني كان يحمل قضيبا في يده فجعل يضعه على فم الحسين هذا الرأس منفصل عن الجسم وهذا الرجل يلعب بالقضيب بفم الحسين والعياد بالله وكان في مجلس هذا ابن زياد شيخ كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه يفعل ذلك بفم الحسين قال له أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموضع الذي أنت تنكته بالقضيب هذا أشهد أني رأيت الرسول يقبل شفتي الحسين وأنت ماذا تفعل بفم الحسين تنكته بالقضيب تضربه بالقضيب ثم غلبه البكاء يعني ما استطاع أن يتحمل هذا فبدل أن يتأثر هذا ابن زياد سبه فسبه عبيد الله بن زياد فترك هذا الصحابي المجلس وخرج لا إله إلا الله ثم الناس من الحسين واله سن علي زين العابدين كانت تأخذ إلى ابن زياد مع الحسين's head عندما كان الهد كانت أخذ إلىه ابن زياد كانت أخذ فيه لذلك يضعه على الحسين's mouth أعوذ بالله كانت أخذ إلىه منه 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 الحسين مع الحسين فيه حسين كانت أخذ إلىه منه 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 وفقها منه 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 مجلس that I saw God's messenger kissing this place, means the lips of Al-Husayn, that you are prodding with the rod. So the Prophet, out of his love for Al-Husayn when he was a child, the Prophet kissed his Husayn on his lips. And now you are messing up with these lips, prodding them with the rod. Then he was overwhelmed by tears. He could not bear seeing what this man was doing عبيد الله بن زياد أهل الحسين مع الرأس إلى يزيد في الشام حتى يرى فيهم رأيه فأمر يزيد بكسوتهن والإحسان إليهن ثم أمر بردهن مع علي زين العابدين إلى المدينة Then عبيد الله بن زياد sent the people of Al-Husayn with the head to يزيد in الشام to decide about them يزيد ordered to close them and treat them kindly then he ordered their sending back with علي زين العابدين to Madinah قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة رواهما البخاري فإذا الرسول يقول الذي يلطم الخدود ويشق الجيوب يعني يشق الثياب من عند الصدر ويدعو دعوى الجاهلية هذا ليس منا يعني ليس مؤمنا إيمانا كاملا لا يتبع سنتنا اتباعا صحيحا كذلك إن رسول الله برئ من الصالقة الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها يعني هذه التصرفات والعياذ بالله هذه الرسول لا يوافق عليها هذه من الذنوب الكبار والعياذ بالله المصيبة والحالية المصيبة والحالية المصيبة والحالية المصيبة والحالية والحالية المصيبة والحالية وإذا كان النحي بشيء المصيبة أيام disowns the woman who cries aloud the woman who shaves her hair and the woman who tears her clothes upon a calamity narrated by al-Bukhari so some people do all these things when they are afflicted with the loss of someone or they have a hardship and so such actions are sinful actions that the Prophet قال رأى البزار وغيره مرفوعا صوتاني يعني الرسول عليه السلام قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة يعني هذا الأمر الذي يفعله هو ذنب كبير من الكبائر صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة يعني الذي تصيبه نعمة ويضرب ينفخ المزمار الذي هو حرام مفخه هذا يكون تكب ذنب كبيرا فهو يستحق لعنة الله ورسوله ورنة عند مصيبة الرنة يعني صراخ صراخ بصوت عالي لما تصيبه مصيبة فهذا لملعونان في الدنيا والآخرة معناه ذنب كبير فعله البزار and others narrated with a chain of transmission سنة traceable to the prophet that he said عليه السلام two voices are cursed in this world and hereafter a flute upon a blessing and a scream upon a calamity so some people get a blessing they get something that pleases them and instead of thanking Allah they blow they you know play the flute which is a sinful instrument it's a instrument that is sinful to play and when they are hit with a calamity they scream loud and as we mentioned in the previous hadith this is something that is unacceptable it's a sinful that the prophet uh forbid us to do فاتخاذ يوم عاشوراء مأتما لأجل استشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما باطل لا أصل له يعني المأتم هو الاجتماع النساء في الحزن والسرور لكن خص هذا المأتم باجتماع النساء للموت يعني بعض النساء يتمعنا يوم عاشوراء بسبب استشهاد سيدنا حسين يجتمعنا ويفعلنا ما لا يغضي الله وكذلك ما يفعله بعض الناس سواء كانوا رجالا أو نساء في عاشوراء في ذكرى كربلاء من إيذاء النفس وشق الثوب ورفع الصوت بالبكاء يضربون أجسادهم بآلات حادة فتنزلوا الدماء وبعضهم يشق الثوب يمزق ثوبه وبعضهم يرفع الصوت بالبكاء كل هذا هو مما يخالف تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من المعاص الكبيرا حسين 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 والإحدى والستين للهجرة فإذا بعد أكثر من أربعين سنة فإذا الرسول أمر بصومه وقال يكفر السنة الماضية وأظهر الفرحة والرسول أمرنا بالتوسيع على العيال في يوم عاشراء فهذا كله حصل شرع في الدين قبل حصول استشهاد الحسين رضي الله عنه فإذا الفرحة هي لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم similarly renouncing the display of joy in عاشراء claiming that display of joy signifies enjoying the death of our master الحسين is a grave mistake how? our answer to that is that fasting عاشراء and expressing joy and extending to one's dependent extending you know spending was prescribed before that great calamity occurred on this blessed day the prophet died in the year 11 so before his death the prophet before the fasting of Ramadan was prescribed was prescribed the prophet ordered encouraged the Muslims to fast the day of Ashura so which means it's a good day it's a good deed to do on the day of Ashura that expiates the small sins and he ordered us encourage the Muslims to spend more generously on the day of Ashura to make you know show happiness on that day so this order of the prophet happened way before the battle of Karbala this calamity of Karbala this massacre that happened at Karbala in the year 61 took place so we are following what the prophet sallallahu alayhi wa sallam ordered us to follow has nothing to do with what happened in the year 61 Hijri to the Hussein and his family ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صومه وإظهار الفرحة فيه شكرا لله على جليل نعمه على نعمه الجليلة يعني الكبيرة ونحن المسلمين نفعل كما فعل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وكما فعل من التقينا به من مشايخنا وعلمائنا من أهل السنة والجماعة ومنهم من هؤلاء المشايخ والعلماء والنو من التقينا منهم من كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وينتهي نسبه إلى الحسين رضي الله عنه يعني هؤلاء هم سلالة الحسين من ذرية الحسين رضي الله عنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لما يأتي عشرة يصومونه ويظهرون الفرحة فيه شكرا لله تعالى على نعامه الجليلة فكيف ينكر الشخص إظهار الفرحة فيه Our Prophet did not abandon fasting and expressing joy in عشرة out of thanking Allah for his great blessings We Muslims do what the master of creation did and what those whom we met of our scholars and teachers of Ahl-Sunnah والجماعة did including those who were from the household of the Messenger of God and even those whose lineage ends with Al-Husayn May God accept his deeds So Ahl-Sunnah والجماعة especially those who are descendants of the Prophet descendants of Al-Husayn himself when Ashura comes they fast it and they show their joy to thank Allah for the blessings that he endowed upon them So there is no basis for the person any person to renounce showing joy on the day of Ashura ونحن أهل السنة والجماعة نحن المسلمين نبرأ إلى الله من كل من قتل وشارك وأمر ورضي بقتل تلك الذرية الطاهرة النقية ونعتقد أن محبة أزواجه وأقربائه المؤمنين واجبة شرعة لما خصوا هؤلاء به من الفضل وقرابة أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم we Muslims with people of Ahl-Sunnah والجماعة we disavow before God all those who killed, participated, ordered and accepted the killing of those pure descendants of the Prophet صلى الله عليه وسلم Moreover, we believe that loving the Prophet's faithful wives these Muslim wives, those pious wives and relatives so we believe that loving the Muslim wives and relatives of the Prophet صلى الله عليه وسلم is religiously obligatory because of their specified merit and kinship to the best of God's creation peace be upon him ونتذكر في هذه المصيبة ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها وأخرجه كذلك ابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم يعني الإنسان المسلم الذي كان أصيب بمصيبة منذ زمن وإن كان هذا الزمن بعيدا الآن تذكر هذه المصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون الله سبحانه وتعالى يعطيه ثوابا على استرجاعه كأن المصيبة حصلت اليوم كأنها حصلت اليوم يعطيه ثوابا متجددا لأنه استرجع لأنه فعل ما أمر الله به بقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فهدي بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم We remember in this calamity what Imam Ahmad narrated that Fatima, Al-Husayn's daughter narrated from her father Al-Husayn ibn Ali May God accept their deeds that the Prophet صلى الله عليه وسلم said No male or female Muslim who suffers calamity then remembers it even if a long time has passed and says to God we belong and to Him we will return so it means we belong to God and He will be resurrecting us if he says that statement إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون upon remembering this calamity that happened before even if that was long time ago but God will renew the reward and give him or her a reward similar to that earned on the day he or she was afflicted with it this was narrated also by Ibn Majah, Abu Ya'la, Ibn Hibban and others so a Muslim was hit by a calamity sometime in the past even if that time was long time ago now when he remembered that calamity he said إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون to God we belong and to Him we will be returned He will resurrect us on the day of judgment so he remembered the calamity and he said the statement now Allah subhanahu wa ta'ala will give him a reward a new reward because he said that statement which is the statement that Allah mentioned in Al-Qur'an praising people say الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَة قَالُوا those who are afflicted with a hardship they would say إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُون so those who say that Allah praised them in Al-Qur'an so they will get reward as if the calamity just hit them and they said that statement so a new reward would be given to them although the calamity had happened in the past and not now as if it happened now so إن شاء الله نقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُون في مُصِيبَتِنَا في مُصَابِنَا بِالْحُسَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ مع أنها حصلت في السنة الإحدى والستين للهجرة نسأل الله يُثيبنا على ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء وَأَيْ يَرْزُقَنَا الصَّبْرَ كُلَّمَا كَرَّبَ لَا نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْهِ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر